دي مع حضراتكم ممكن مش موجود الخبر ده معايا لكن انا من خلال متابعتي وما يحدث في الرياضة وفي كل مصير بحب جدا ان يبقى في ادارات اندية بتشتغل على دايما العلاقات الجيدة حولين الاندية وبعضها هيا نادي الاهلي النهاردة من خلال البيان وتهنقته للمجلس مجلس الادارة الجديد لنادي اسماعيلي اسعدني جدا 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 خلينا اقول لكم ليه في وقت من الوقت تحس ان في بعض الجماهير بتاخد طريق غير يعني غير طبيعي فيك الرياضة وكرة القدم الحقيقة فتلاقي ده مش حابب ده وده مش حابب ده ده جزء انا بتكلم جزء جزء من الجمهير وليس الكل وبالتالي هنا دور الادارات ودور اللعبين ودور الاجهزة الفنية ودور المسؤولين عن الرياضة فهنا النادي الاهلي عمل شيء رائع الحقيقة بتهنقة مجلس ادارة نادي الاسماعيلي الجديد بوجوده كمجلس ادارة جديد لنادي الاسماعيلي فده شيء اعتقد ان هو بيهدي دائما او بيعني بيعمل علاقات جيدة مع الاندية وبعضها والجماهير وبعضها وبالتالي شيء يعني يحصل بالحقيقة لكابت المحمول القطيب ومجلسه من خلال طبعا هذه التهنقة في بداية موسم جديد على فكرة مش اول مرة انا ممكن السنة اللي فاتت في الظل ما كان النادي الاسماعيلي عنده ازمة كان موجودين طبعا رموز النادي الاسماعيلي يظهروا النادي الاهلي وطالبوا منهم لعبين كانت الخطيب قالك تفضل لانتو عايزوا مفيش مشكلة خالص ودي هي برضو جزء مهم جدا وعلاقة بتحصل من خلال تصرفات ومن خلال يعني وقوف جنب اندية اخرى من الاندية الكبيرة فده برضو مش لأول مرة لكن لما تبتديه في بداية الموسم وتأكد على العلاقة الجيدة الوضع بيختلف على مدار الموسم وكمان بيختلف من خلال الجماهير وبعضها الحقيقة ده اللي احنا نتمنى زي ما انتوا شايفين يا جماعة احنا يعني محتاجين وجود الجماهير محتاجين العلاقات الجيدة ما بين الاندية وبعضها محتاجين المنافسة الشريفة والعدل يكون موجود في الكرة المصرية وده برضو من خلال لما يكون نادي كبير بيبتدي يعني زي ما بقول مبادرة جيدة مع الاندية الاخرى ده كنت حابب ابتدي به واتمنى دايما يكون طبعا النادي الاهلي نادي عريق وكبير وقائد وقائد في الرياضة الرياضية يعني بالتالي في مصر وبالتالي ان شاء الله دايما كده العلاقات الجيدة ما بين الاندية وبعضها